صباح الأمل صباح السعادة صباح بكر أحلى رجعنا لكم تاني معنا القيادة البارس في حزب مستقبل وطن عندنا يعني سياسي من السياسيين اللي هم ليهم طابع مختلف معنا سيد بيدرويش سيد بيدرويش ذوت راجل بيحب الناس قوي والناس بتحبه عايزة أقول لكم يعني بيعمل حاجات كتير قوي من تحت الترابيزة من غير ما حد يشوفها فبقول له يعني يا حاج سيد ما لازم برضو الناس صغيرة عشان تشوف الحاجات دي قال لنا اللي بعمله لله من غير ما حد يشوفه أفضل دي كتير فقلت له لا ده انت بقى تيجي عشان نشوف إيه الحكاية دي أهلا وسهلا بك سيد بي أهلا بك كفاً صباح الخير عليك وعلى مشاهدينك وصباح بكرة أحلى وعلى مصر كلها وعلى باب بلدي حبيبي سيد بيدرويش حزب مستقبل وطن عمل شغل للفترة الأخيرة كبير جدا يمكن من الأول ما ابتدأ أنا عايز أعرف يعني إيه أهداف الحزب دوت على أرض الواقع حضرتك إحنا لما بنيجي نقول حزب مستقبل وطن يعني بنتكلم عن المستقبل والوطن مع بعض فحزب مستقبل وطن جاي حزب خدمي جاي يتلاحم مع الكوى الشعبية جاي يخفف المعنى عن المواطن بشكل إيجابي بشكل حقيقي يعني بيمس كل ما يخص المواطن على الشارع بطريقة إيجابية بنتعامل مع المواطن على أن إحنا إزاي نخفف الأعباء بتاعته على أساس ما يبقاش عنده أو حاسس بنخفف المعاناة عن ضغوطه الحياتية اليومية دايما بنعمل بنشوف إيه نقطة تأثير في حياة المواطن بنحاول نشتغل عليها طبعا دي توجهات من قيادة الحزب طبعا حضرتك عارف أن الحزب القائمين عليه قيمة وقامة في العمل الخدمي والعمل السياسي من رئيس الحزب أشرف رشاد النائب الخلوك المحترم الشاب الوعد الصعيد نائب الحزب على بعابد أمين التنظيم عصان بهلال أمين عام الحزب حسين بالخوري لما نيجي نتطرق لأمانة الجيزة اللي أنا بمثل من بابا من خلالها الأمين العام لمحافظة الجيزة عدل بناصر دلوقتي حاليا رجل قيمة وقامة أمين التنظيم عبوهب خليل كل الكيادات الجميلة دي السياسية اللي لها تاريخ وباع في السياسة وباع في العمل الخدمي النهاردة بنشتغل جميعا عمل جماعي إزاي نخفف أعباء المواطن في الشارع المصري بنشتغل على جميع المحاور الاجتماعية بالنسبة للمواطن يعني أنت ما تيجي تتكلم من بداية من التعادلات الدستورية اللي خضها الحزب وتحمل الكاهل الأكبر فيها والمعاناة الكبيرة فيها بأنه يخفف عن المواطن سبل الانتقال سبل التعايش اليومي في اللجان طريقة التوعية يعني تعادلات الدستورية اللي كانت تغييب عن الوعي بالنسبة للنواطن المصري صحيح كيمة أنه هو يتفاعل مع الدولة المصرية ويبدأ يحافظ على صوته الانتخابي لأنه في الفترة دي كانت فترة حالكة جدا بالنسبة للوضع ده أنتو همتم أن أنتو يعني كان فيه تواطو أو فيه كاراتين بتتوزع أو فيه حاجات زي كده وعايزيني فاهم الناس برضو حضرتك مستقبل وطن المالوش علاقة داخل بالكاراتين وأنا بالكلام ده كله وإن كانت الكاراتين دي صفة كانت موجودة في المجتمع عبل كده واللسقت بمستقبل وطن في وقت الانتخابات مستقبل وطن ما كانش ليه داخل بالكاراتين دي كانت مبادرة عاملة على الحزب من ضمن المبادرات اللي كانت قبل الانتخابات بفترة وطبعا مش عايزة أقول أعداء النجاح دايما كل حزب فيه الناس اللي بتتمناله الفشل وفيه ناس بتتصيدلوا الأخطاء لو أنه هو حزب مستقبل وطن ما لوش أخطاء على الأرض لأنه هو حزب خدمي في المقام الأول والأخير فناس استغلت فرصة المبادرة اللي هي كانت قابلة للتعدلات الدستورية وحاولت تجيب صور قديمة من ضمن المبادرات اللي كانت بتخفف عن مواطن كائل الأعباء اليومية هنكمل مع حضرتك بعد المداخلة يظهر أن الدنيا شغالة مداخلات وناس بس بقى دي النائبة الدكتورة شادية سابت عايزة تعمل مداخلة معك ألو صباح الخير أستاذ وجدي أهلا بالدكتورة الناصيطة الجميلة صباح الخير على الحج سيد درويس أهلا أهلا أستاذ من فساة النائمة الحقيقة طبعا أنا كنت سامع الكلام بطبعا حزب مستقبل وطن ده حزب الوطن والمواطنين يعني الحقيقة مهتم جدا بالمواطنين ومهتم بهموم المواطن وحل مشاكله ويعني أحنا بنقول وأحنا نتمنى يبقى فيه أحزاب تانية موجودة على الساحة وتشتغل لأن وجود أحزاب تانية مع حزب مستقبل وطن هتعمل لحراك سياتي وتنشط الحياة السياتية لكن الحقيقة في أرض الواقع إلى الآن هو حزب مستقبل وطن يعني واخذ استدارة لأنه فئلا شغالوا خاصة في المبابة وفي كل المحافظات رحية بس احنا في المبابة الحمد لله حاجة سيد وانا وأعضاء حزب مستقبل وطن الحياة شغالين بكل قوة من أجل المواطن المصري ما فيش أي مشكلة بتتصدر لنا غير الحمد لله بنحلها ما فيش أي حاجة المواطن عايزة على الأرض وبيتصل غير بابت من نفسها على طول طب الحمد لله الدكتورة شادية طبعا إحنا سعداء بتشريفك معنا في المداخلة تليفونية إحنا عايزين نقول للحاج سيد أخبره إيه في المبابة إيه الحكاية إيه الناس اللي بتحبوا دول والله راجل محترم جدا وراجل أمين وراجل صادق وراجل بيشتغل بقلبه يعني بجد وجمع عضاء الحزب كلهم على المحبة وما فيش الحمد لله أي فتن موجودة ودي مهمة جدا يبدو الحفاظ ما يعني ويدوم علينا النعمة دي يعني الحمد لله طيب إحنا بالمناسبة دي يا دكتورة شادية يعني كان في مبادرة منك ومن الحاج سيد درويش ومن الحزب إن يتعامل يعني بالنسبة للولادة والحاجات دي الناس الغير قادرة مجانا والناس اللي هي يعني ظروفها متوسطة 50% خصم عايزين نقول طبعا بنشكركم على المبادرة الجميلة دي في مبابة إن يتعامل عملية يعني إيه يعني تعاون واستثمار ما بينكم في هذه العملية خصوصا إنك مش نائبة باتوا لكن استشاري نسا وتوليد وإننا للمواطنين تحت أمرهم وإن شاء الله يعني المبادرة دي قريب جدا هنعمل 50% مع الكتوفات والعمليات والكلام دي ده وإن شاء الله كده نحاول نتعاون مع المواطنين وزروفهم بإذن الحالة شكرا دكتورة شادية سابت عدو مجلس النواب وشكرا في صباح بكرة أحلى شكرا لكم جميعا نكمل سيد بيدا رويش السياسي البارز بحزب مستقبل وطن نكمل نقول إن فيه أعداء للنجاح وبالنسبة للتعديلات اللي فاتت الدستورية والله هو دور الحزب كان باين هو كان كل دوره إن هو بتلخص في الوقوف جنب الدولة المصرية وإزاي وكمل الفعاليات اللي عملها الحزب في توعيد المواطن قبل التعديلات وتعرفه بحقوق الدستورية والواجب الوطن اللي عليه تجاه الدولة نحن عارفين الدولة في الفترة دي كانت بتمر بكم رهيب من العداء الخارجي والداخلي فكان لابد يبقى فيه تكاتف للكوة الوطنية على الأرض ومين اللي يوضح ده للمواطن البسيط اللي هو غير متفاهم بحقيقة وجوده في التعديلات والمشاركة فيها والحمد لله تمت وبتمت بنسب عالية جدا وتكان واضح طبعا في المقولة بتاعت السيد الرئيس اللي قالها إنه قدقيه الناس ويقفت لنجاح للتعديلات الدستورية ويقفت بناء عن قناعة وعن اقتناع بالرأي وعن حب للدولة المصرية وده واجب كل إنسان فينا يعني إنه يبقى في وقت الأزمات الدولة لما تنده على أولادها تلاقيهم ده كلام جميل البلد لما تنده على أولادها تلاقيهم بس إحنا عايزين نقول للناس اللي هي يعني مش فهمة يعني إيه كانت التعديلات الدستورية هل من الطبيعي إن إحنا نعدل هل من الطبيعي يعني عايزك توضح الجزئية دي كسياسة بارز في أرض الواقع حضرتك إحنا مؤمنين إن إحنا كأشخاص إحنا ده من ناس نعدى ستير صحيح فلما يكون في احتياج إن إحنا نعدل دستور لصالح المواطن فده شي طبيعي إنه يتعدل أولا لو إحنا دخلين على استحاقات جاية عندنا محليات وعندنا مجل الشورى وعندنا مجل الشعب تخيل التعديلات الدستورية أفادت المواطن في قد دي نسبة المرأة اللي زادت لـ 25% كانتها تبقى فيه لما كانش فيه تعديلات دستورية تمثيل الأقباط في الانتخابات اللي جاية كان فيه من التعديلات الدستورية الشباب فيه من التعديلات الدستورية العمال والفلاحين فيه من التعديلات كل دي استحاقات كفالها الدستور الجديد وبيها يبقى إحنا كده دخلين على منوعات فتاني خالص إن إحنا بنحقق رغبات المواطنة على الأرض بندي له كافة حقوق التشريعية والدستورية في ممارسة حقوق الانتخابية بالنسبة للانتخابات المقبلة فأنا أفتكر إن ده شي إيجابي وده ما يمنعش ان بعد فترة من الزمن الدستور يتغير كل فترة وليها وضعها وليها القوانين اللي تعقومها والدستور ده شريعة بصالح كل المواطنين صحيح زي ما قال الزعيم محمد أنور السادات احنا اللي منعمل الدستير واحنا المفروض بنعدلها ونغيرها على مصلحة الوطن طيب في حاجة كده هوت جديدة خبر جديد ان حزب مستقبل وطن انضم ليه النائب السياسي ورجل الاعمال الحج محمد ابو العنين طبعا ده يعني شيء عظيم ان قام وقيمة زي الحج محمد ابو العنين ان هو ينضم الحزب مستقبل وطن ده مكسب كبير للحزب طبعا ومكسب كبير للشارع الجزاوي واحنا شفنا قد ايه مطالبات الشارع بالنسبة لاسم الجيزة بالطالب بوجود الحج محمد ابو العنين لان ده راجل ليه باع سياسي كبير على مستوى مصر وعلى مستوى العالم الخارجي بنشوف مجهوده قد ايه راجل عصامي بانه نفسه بنفسه وقد ايه هو راجل محنك كراجل صناعة اول على مستوى العالم قد ايه هو راجل سياسي بارز قد ايه هو عنده فكر يقدر يفيد به واكيد الحزب في الفترة الجاية يستفيد منه واختيار الحج محمد ابو العنين اكيد طبعا جيه لحنكة سياسية على القائمين وقيادات الحزب اختياراتهم بتقول للناس ان احنا دايما بنختار صح يعني نائب الخلوك اشرف رشاد رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب على بعابد وعدل ناصر امين عام محافظة الجيزة اكيد القرار ده جيه بناء عن اختيار جيد بمباركة من كل التواقف الشعبية الموجودة في الشارع وده ملحوظ طبعا محمد ابو العنين شخص لا يختلف عليه اتنين شخص خلوك شخص متواضع جدا عطاء بلا حدود لبلده اولا ولمواطن ثانيا فده شي انا بعتبره مكسب عظيم لحزب مستقبل وطن ده دليل عن ان احنا بنقول ان الاختيارات القيادات الحزبية في حزب مستقبل وطن ما بيجيش من فراغ ولكن بيجي من وعي السياسي اولا وعي ان اعايز كادر ازاي تلاحم مع الناس في الشارع يأدي طلباتهم زي ما حضرتك شايف حزب مستقبل وطن اشتغل على جميع الاتجاهات ما اشتغلش في اتجاه واحد بس احنا اشتغلنا فعاليات في كل المجالات اللي تمثل المواطن بداية لو شفت حضرتك كنت تتابع دول مستقبل وطن بالنسبة للشباب ده شيء عمل عظيم جدا طبعا مش مسهل انه هو تعمل اللي بوجود كيادات حكيمة انت بدأت من القاعدة الشعبية من تحت من الشارع والحارة بدأت تستقط بالشباب المقبل على الرياضة تستدعي من خلال دور مستقبل وطن عملت دورات شعبية صغيرة في المراكز وفي الكرة وصعدت بالشباب ده لمراحل مرحلة للاخرى لحد ما وصلت بيه لمرحلة ان انت كل محافظة توصل بالمركز بتاعها تنافسية وفي الاخر عملت مستقبل وطن على مستوى الجمهورية كدوري كان شيء عظيم جدا في التنظيم وفي الافتتاح وشفنا قد ايه من الشباب بمشارك وقد ايه من الشباب متواجد في دور مستقبل وطن وكم من الالاف من الشباب سهمت في العمل ده ده افتكر ده ايه منظومة لما تبني شاب على منظومة رياضية يعني انت بتقول انا بابني شاب بيساهم في المستقبل في بناء المواطن المصري وزي ما احنا شفنا قد ايه كان مبهر الافتتاح وقد ايه كان مبهر ختام البطولة بالنسبة لدور مستقبل وطن لما نيجي نتكلم عن بقية الفعاليات اللي بيحتكي بيها الحزب على مستوى المواطن في الارض شوف قد ايه كوافل الطبية اللي بيعملها الحزب لتوفير العلاج المجاني للمواطنين والكشف في كافة النواحي الطبية بالنسبة للمواطن شوف مبادرة تشتاء ده في قدية الحزب لحد النهاردة مصر عليها ومواكب العصر فيها وتلكالب على ان هو يقدم المبادرة دي على مستوى الاسام كلها على مختلف انحاء الجمهورية شوف هي بتتواصل قدية مع المواطن شوف النهاردة الرسالة اللي بيقدمها الحزب في مجال التعليم الاحتكاك بالطالب من خلال المراجعات النهائية من خلال فصول محو الأمية يعني الحزب بيقدم عمل عظيم جدا حزب خدمي اجتماعي النهاردة بيمس الحياة اليومية بالنسبة للمواطن بنشتغل دايما بتوجهات القيادة اللي موجودة عندنا التسلسل القيادة شيء يحترم جدا النهاردة لما تلاقي عندك قامات في الحزب بتعمل جاهدة على ان هي تخفف عباء المواطن وتبس الكلام ده في روح كل امين موجودة على كل مركز ودايما دقوبة على ان الامين المركز يبقى متواصل مع الناس ويشوف مطالبهم ايه وينقل ده للقيادة والقيادة في الحزب انت الهاردة بتعمل على ان انت يبقى فيه همزة وصل ما بين المواطن والحزب والدولة بتعمل تكاتف ولم الشمل ما بين الاطراف كلها عشان تخفف المعاناة عن المواطن ده شيء جميل جدا ودي السبل اللي بيشتغل علي الحزب اللي عنه احنا مؤمنين دايما ان انت لو ما تعملتش مع المواطن وشفت الايجابيات والسلبيات في حياته ازاي وخففت عنه الحياة الاجتماعية وشاركته فيها واعديت كادر واشتغلت على بناء المواطن وعلى بناء الانسان المصري من البداية فانت شيء طبيعي لما تعمل كل الاجراءات دي اكيد انت النهاردة هتحصل على شاب سياسي كويس ودايما حزب مستقبل الوطن بيشتغل على الشباب وزي ما حضرتك شايف حتى النهاردة رئيس الحزب شاب موجود في اعلى قمة الحزب فالنهاردة احنا بنعول على الشباب ونقول ان الدور اللي جاي دور الشباب زي ما القيادة السياسية بتنادي ودايما بنبقى حرصين على ان العمل يبقى عمل جميع ما يبقاش عمل فردي حرصين على ان حزب مستقبل الوطن يزبط وجوده على الارض بالنسبة للمواطن المصري واحنا فعلا حزب خدمي بحت يعني حزب خدمي بنقدم الاول الخدمات لاهلينا في المراكز وفي المحافظات اللي احنا موجودين فيها عشان نقدر نعد كادر شبابي محترم يقود الدولة في المستقبل ده كلام جميل والجميل ان الحزب كمان اختار حد زي سياسي بارس زي الحج سيد درويش اختيار كمان الحج محمد ابو العنين كنائب للحزب للنسبة للمجلس النواب اختيار موفق لان برضو الحج محمد ورغم انه هو ما كانش في الحزب وما كانش في عمل سياسي لكنه كان في خدمة الناس من خلال جامعيته من خلال يعني مخارج وعيوم كتير نرجع تاني بقى الامبابا امبابا فيها مشكلتين يعني اللي هو الزيادة السكانية الأمن بالنسبة للقسم بالنسبة للحي في اسم جديد معمول اضافة للموجود في حي جديد بس لسه ما شغلوش هل دي من المشاكل الموجودة في امبابا سيد بير امبابا ككتلة سكانية النهاردة فوقت 3 مليون فبتعتبر يعني من الاقسام والمراكز اللي هي فيها زخم سكاني مرتفع جدا فبالتالي المشاكل اللي فيها مش هينة ومس سهلة ولكن نحن جميعا بنتكالب على ان ازاي نزيل من المشاكل دي اولا بالقياديات الطبيعية اللي موجودة على الارض ثانيا بتكاتف الشباب في امبابا النهاردة الشباب واعد فيها كله عنده طموح وعنده امل وبيشتغل فعلا حبا في امبابا واحنا كلنا لما جينا بنشتغل في العمل الخدمي في امبابا بنشتغل من منطلق حبنا لامبابا وانتمائنا لها الارض اللي احنا نشأنا عليها واتبرنا فيها والناس عرفتنا من خلالها فانبابا فعلا وطن اللي يعيش فيه ويكتسف الصفات الجميلة اللي فيه مقدرش يستغنى عنه اولا احنا طبعا بنشكر الكيادة السياسية على تجديد الثقة في السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة حقيقة هو راجل محترم جدا شغال حسب الادوات اللي معاه بيحاول دايما يتلاحم مع المشاكل واللي انا شايفه من وجهة نظري انه هو اكتر من المحافظين اللي نزلوا على ارض الواقع واتعاملوا معاها والنهاردة الادوات اللي معاه هو اللي شغال بيها معظم الشغل اللي موجود على ارض مبابا هو تنظيم من خلال المحافظة وخطة محافظة بتنفذها خطوة تليها الخطوة الاخرى النهاردة شغال على كل المحاور سواء في تطوير العشوائيات او في تطوير المدارس او في تطوير الشوارع عندنا في مبابا من انارة ورصف هو شغال بطريقة جيدة جدا وطبعا السيد الرئيس الحي يسامة السعان طبعا متواجد في وسط الناس لما بنطلبه بنلاقيه وشغال هو المطلوب مش ان احنا ناخد الناس دي في طباطه والعمل كل عمل وليه وقته طب بالنسبة للاسم ورئيس المباحث محمد ربيع اخباره معاك في تجديد ثقة برضه في المرة احنا بشكر السيدة وزير الداخلية طبعا على تجديد الثقة في القيادات اللي موجودة بالنسبة للمدير امن الجيزة وبالنسبة للمدير البحث الجنائي وتجديد الثقة للموجودين في اسم مبابة مأمور الاسم احمد بالحسي وطبعا مش عايز اقولك ان ربنا كرمنا في السنوات الماضية ونحمد ربنا ان هم جددوله الثقة تاني المقدم محمد ربيع هو ومعاونينه حقيقة انسان خلوك جدا انسان عنده بعد امن غير مسبوك طهر مبابة من حاجات كتير حارب الفساد اللي موجود فيها حارب البلطاجة هذا تقريبا على اكتر من 90% من تجار المخدرات مجهود وبارس جدا في مبابة حقيقة انا عندي ما اقول ان هو فعلا عدل فحكم فحباه الجميع ومن احباه الجميع والناس كلها بتحبك السيد بي درويش السياسي البارس في حزب مستقبل وطن شرفتنا الوقت جري معك بسرعة لكن طبعا توعدنا بحلقات تانية عشان في حاجات كتير عايزين نتكلم فيها انشاء الله تحت عمرك طبعا انا بشكر حضرتك وبشكر فريق الاعداد وبشكر انبابة بلدي اللي انا عيشت فيها وخير اللي انا في ده كله منها ومن اهلها ومن ناسها ويا رب دايما يبقى دايما بيننا الحب والوقام كده ونشوف مصر اجمل ونشوف قد الدنيا زي معالي سيد الرئيس عفتاح السيسي وبنوجه له التحية والشكر وبنقول له ان احنا كلنا معاك قلبا وقالبا ودائما زي ما حضرتك بتردد وتقول احنا بنردد من وراك وبنقول برضو تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وتحيا الامة العربية يحيى الشعب المصري الاصيل اللي ورا قيادته السياسية عايزين كلنا نلتف حوالين قيادتنا نلتف حوالين جيشنا نلتف حوالين بعضنا ونحب بعضنا عشان بكرة يبقى احلى اعزائي المشاهدين حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة احلى